اشتركوا في القناة وان غدا الجمعة هو اول ايام شهر شوال اول ايام عيد الفطر المبارك كان دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد اكد في وقت سابق انه طبقا للحسابات الفلكية فهلال شهر شوال يولد اليوم الخميس ويستمر في الافق فترات زمنية ليست بالقليلة فتابع رئيس المعهد في تصريحات سابقة له ان كسوف الشمس الذي حدث اليوم الخميس 29 رمضان 20 ابريل دليل واضح على ميلاد هلال شهر شوال فدوما الكسوف يحدث مع ميلاد الهلال الجديد استطرد ايضا رئيس معهد الفلك مؤكدا ان هذا الكسوف لن يرى في المنطقة العربية ولا الشرق الاوسط ووفقا لمعهد البحوث الفلكية فان هلال شهر شوال ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة واربعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 29 رمضان 1444 هجرية الموافق 20 أربعة الفين تلاتة وعشرين يوم الرؤية ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم هو يوم الرؤية وفي محافظات مهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سماءها لمدة تتراوح ما بين 24 ل29 دقيقة أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح ما بين 10 ل35 دقيقة بذلك تكون غرة شهر شوال لعام 1444 هجرية فلكيا غدا يوم الجمعة 21 أربعة الفين تلاتة وعشرين أول أيام عيد الفطر المبارك وصلاته هتكون الساعة 45 دقيقة صباحا لتوقيت مدينة القاهرة يعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي محرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأول جماد الآخر رجب شعبان رمضان شوال دول قعدة ودول حجرة إذن الفرحة في كل مكان مظاهر الاحتفال بدأت التهاني انطلقت لاستقبال عيد الفطر المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما بخير عيد سعيدة على حضراتكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية دايما شكرا على المتابعة وإلى اللقاء شكرا على المشاهدة